اشتركوا في القناة تقف مملكة البحرين بثقة على اعتاب مستقبل واعد حيث تسعى الى ترك بصمة مشريقة عبر رؤية واضحة وطموح لا يعرف الحدود اذ يحظى قطاع الفضاء في المملكة بدعم ورعاية كبيرة من جلالة الملك المعظم الذي يؤمن باهمية هذا المجال كرافد للتقدم العلمي والتكنولوجي وكجزء من رؤية البحرين المستقبلية لتعزز التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وتحققت بالفعل احدى رؤى مملكة البحرين مع اطلاق القمر البحريني الاماراتي المشترك ضوء واحد في عام 2021 والذي يعتبر من الاقمار الصناعية النانوية الحديثة ومهمته الرئيسة رصد ودراسة اشعة قاما الارضية الناتجة عن العواصف الرعدية فيما لا يزال العمل قائما على قدم وساق لاطلاق المنذر وهو اول قمر صناعي بحريني بالكامل والاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط الذي يعمل على توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي كما حققت المملكة هذا العام انجازا عربيا تاريخيا هو الاول من نوعه في مجال استكشاف القمر من خلال فوز المشروع البحريني المصري المشترك في المسابقة العالمية التي نظمتها وكالة الفضاء الصينية بهدف اطلاق مهمة استكشاف القمر الصيني شانج اي سابن المقرر اطلاقه عام 2026 كل هذه الانجازات تقف خلفها كفاءات وطنية شابة باتت اليوم عمادا مهما لمستقبل المملكة في علوم الفضاء لما توفره الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من برامج تدريبية مع وكالات فضاء عالمية ما يؤكد سعي المملكة الى بناء جيل قادر على الابداع في هذا المجال الواعد قطاع الفضاء في مملكة البحرين ليس مجرد هدف علمي بل وسيلة لخدمة اهداف اوسع لذا تواصل المملكة مساعيها الى نسج قصتها الملهمة في هذا المجال قصة يؤمن كتابها بان السماء ليست نهاية المطعف بل بداية رحلة لا حدود لها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة